موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المشاهدين نساكم الله بالخير وحياكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء الذي يطل عليكم يوميا وفيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية إضافة إلى الضيوف والتقارير التي تفيد المشاهد بإذن الله حياكم الله وإليكم أهم العنوين حاكم الشارقة يوجه بتطوير شارع شاطئ الزبارة تنفيذ الشارقة يصدر قرارا بتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف حديقة الشاطئ في كلباء وجهة مثالية للعائلة ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية وذلك عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية أما الآن أعزاء المشاهدين ننتقل إلى آخر الأخبار المحلية في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية وأولى العنوين حاكم الشارقة يوجه بتطوير شارع شاطئ الزبارة وإنشاء ميدان على شارع الشهيد سيف عيسى النقبي وطريق إسفلتي يمثل محورا رئيسيا لربط ضحيتي الزبارة واللؤلؤية وبالإضافة لتوفير طريق إسفلتي يؤدي لشاطئ الزبارة مع ثمانين موقفا لخدمة مرتادي الشاطئ صاحب السمو حقظه الله ورعاه ولله الحمد اعتمد حزمة من المشاريع في منطقتين اللؤلؤية والزبارة من أهمها الطريق الموازي للبحر اللي هو طريق محمد بن سلطان القاسمي هذا المخطط اللي ظاهر أمامكم أمام المشاهدين يوضح اللي باللون الأصفر القريب من الشاطئ الإضافات اللي بتتم فيه إن شاء الله إضافة ميدان في نهاية الطريق هذا الميدان سيصل ما بين الطريق اللي حاليا يسمى طريق الخليل بن أحمد ووجه صاحب السمو حفظه الله ورعاه أن يسمى شارع الشهيد ثم يمتد هذا الطريق إلى قريب مقبرة الزبارة فبيكون موازي يعني بيكون كمحور إضافي جديد للمنطقة الهدف من هذا المحور الهدف من هذا المحور بيقصر لجميع المرتادين لمن يقصدون بالذات شاط الزبارة بسهولة الوصول إليه وبيضاف ميدان في الوضع الحالي وين موقع الدوار اللي باللون الأحمر الميدان اللي بالدور الأحمر في الوضع الحالي هو عبارة عن منحنة ومنحنة شديد نوعا ما يعني يؤثر على السلام المرورية وجه صاحب السمو بتعديل هذا المنحنة إلى دوار إلى ميدان مناسب بأحجام مناسبة يسهل الحركة ما بين اللي قادم من شارع الشهيد نقدر نقول وشارع الشيخ محمد بن سلطان وللوصول كذلك لشاط الزبارة طرق المحاول الرئيسية كذلك المتجهة من ميدانه ولنقول ميدان اللؤلؤية بالاتجاه إلى البحر وجه صاحب السمو بأن يسمى هذا الشارع شارع اللؤلؤية من ميدان اللؤلؤية إلى الميدان الجديد الاتجاه شرقا هذا اسمه شارع اللؤلؤية الشارع الثاني بيكون شارع الشارع له من ميدان الحراي بالاتجاه إلى الميدان الجديد نبدأ بالميدان الثاني الميدان الثاني هو ميدان الحراي وبالاتجاه إلى الميدان الجديد بيكون شارع الشهيد من الميدان الثالث إلى الميدان المجاور للمقبرة حاليا من الميدان الثالث اللي هو ميدان الزبارة إلى الميدان المجاور للمقبرة سيسمى شارع الزبارة تنفيذ الشارقة يصدر قرارا بتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف بالشارقة أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الإسبوعي برئاسة تأشم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائبي حاكم الشارقة رئيس المجلس قرارا بشأن تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في إمارة الشارقة ويهدف إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته ضمن اجتماعه الإسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي بحث عددا من المواضيع الحكومية المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة سياسات العمل الحكومي في الإمارة أصدر المجلس التنفيذي للإمارة قرارا بشأن تنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في إمارة الشارقة يهدف إلى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته وتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف في الإمارة الشارقة وتوعية النظار بالأحكام الشرعية والقانونية وتضمن القرار مختلف البنود القانونية التي تنظم أعمال النظارة كشروط الناظر وتعيينه والالتزامات والمسئوليات وغيرها من البنود التنظيمية وانطلاقا من رؤية وتوجيهة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين ناقش المجلس آلية دعم المزارع الإنتاجية والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الاكتفاء الذاتي وإنتاج غذاء صحي خال من السموم وآمن على صحة الإنسان والبيئة بالإضافة لرفع الوعي والتفقيف بأهمية الزراعة وصحة المحاصيل الزراعية وتيسير الإجراءات والتكاليف الزراعية على المزارعين المحليين كما اعتمد المجلس أيضا عددا من توصيات آلية دعم المزارع الإنتاجية موجها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمامهم والارتقاء بمستوى المحاصيل الزراعية وكمية إنتاجها مع المحافظة على الجودة وتشجيع المزيد من المواطنين للدخول في مجالات الإنتاج الزراعية استشاري الشارقة يبحث توصياته بشأن سياسة شؤون دائرة الضواحي يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح الخميس السادس والعشرين من شهر جماد الآخرة لعام الف واربعمائة واربعة واربعين للهجرة الموافق للتاسع عشر من شهر يناير من عام الفين وثلاثة وعشرين وفي تمام الساعات العاشرة جلسة وهي الجلسة الثامنة ضمن أعماله لدور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العشر وبمقره في مدينة الشارقة وبرئاسة سعادة تعلي ميحد السويدي رئيس المجلس ونتقل إلى خبر آخر أشغال الشارقة تبحث الاحتياجات التطويرية بنادي دباء الحصن الرياضي بحث وفد من دائرة الأشغال العامة بالشارقة مع إدارة نادي دباء الحصن الرياضي الثقافي ومجلس الشارق الرياضي سير العمل في منشاءة النادي في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في النادي وضمن خطة إشراف الدائرة على أعمال الصيانة والتطوير بالنادي وحضر الاجتماع من دائرة الأشغال العامة المهندس عبدالله الطنيجي مدير إدارة الأفرع والمهندسة إيمان النقبي وتهاني الظاهري من فرع دباء الحصن ومن النادي رئيس مجلس الإدارة سعادة إبراهيم السعيد الدرمكي ونائبه طالب عبدالله صفر وأمين السر سعيد محمد الريامي ومن جانب المجلس أو مجلس الشارق الرياضي مهندس قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة وعنوان آخر جامعة الشارقة ترصد توجهات الصحافة الإذاعية وأخبار البودكاست تحت رعاية الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة وفي إطار احتفالات الجامعة بيليوبيل الفضي أطلقت الجامعة المؤتمر الدولي الصحافة الإذاعية وأخبار البودكاست في الجنوب العالمي والذي نظمه قسم الاتصال الجماهيري بكلية الاتصال صباح الثلاثاء في مقر جامعة الشارقة وكان بالنظام الهجين حضوريا وافتراضيا وفي حفل الافتتاح رحب الأستاذ الدكتور يوسف الحايك بالحضور مؤكدا حرص الجامعة على مواكبة أحدث التطورات في مختلف المجالات الأكاديمية وحرص كلية الاتصال على مواكبة أحدث التطورات في المجال الإعلامي بصفة خاصة وأضاف أن البودكاست هو أحد وسائط الإعلام الرقمي المستحدث منذ عام 2004 وقد نجح في نشر الملفات الصوتية والمرئية وتوزيعها على أوسع نطاق على أنه وسيط رقمي للبث عبر الإنترنت ما أكسبه شعبية كبيرة ولسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأصبح صناعة رائجة تتنوع توجهاتها وتتعدد أبعادها وتأثيراتها وتمنى أن يحقق المؤتمر الإضافة المرجوة بما سيتضمنه من أوراق علمية تستعرض أهم تجارب البودكاست في عدد من بلدان العالم وأن يتوصل المشاركون إلى توصيات قيمة تساعد على تطوير البحث العلمي في الدراسات الإعلامية بالمنطقة إذن أعزاء المشاهدين كانت هذه جولة الأخبار المحلية لليوم وتتميز المنطقة الشرقية بطبيعتها الساحرة واهتمام أهل المنطقة بمحاصيلها ومنتجاتها الزراعية المتعددة نتابع التفاصيل أكثر من خلال التقرير الآتي ولنا عودا عرفت المنطقة الشرقية بطبيعتها الهادئة وامتداد مزارعها الخضراء في مختلف المناطق إذ تتنوع المحاصيل الزراعية بتنوع البيئة المحيطة لتلك المزارع بالإضافة إلى تنوع أشجار النخيل والمانجو وغيرهم من الأشجار المعروفة في المنطقة التي يستفاد من ثمارها وتعتبر مصدر دخل إلى أغلب الأهالي يهتم أهالي المنطقة الشرقية بالأراضي الزراعية حيث يشرفون على مزارعهم بأنفسهم ويتفقدون أجود المحاصيل التي يتم زراعتها مؤخرا فهي كالموروث الشعبي التي توارثوها من أجدادهم وما زالوا عليها كما تعتبر تلك المزارع التي تقع أماكنها بعيدا عن المناطق السكنية متنفسا لكبار السن ولأصحاب المزارع وأهاليهم تتميز مزارع المنطقة الشرقية بسحر الطبيعة حيث إنها تأسر الحواس بالهدوء والسكينة التي تعمان المكان لترسم لوحة متفردة من التناغم المبهر الآسر لأصحابها مما يكسب الزائر راحة نفسية يصعب أن يجدها في مكان آخر وكما تابعنا في التقرير فإن للمنطقة الشرقية طبيعتها وتكويناتها التضاريسية إذ تجعل منها وتزهو هذه المنطقة بجمال مزارعها وضواحيها وإعزاء المشاهدين هذا الأمر أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية فيها حسب الموسم الزراعي والذي يشتهد فيه أهالي المنطقة الشرقية من بذر واهتمام وسقايا وفي حديث المساء اليوم يسعدنا أن نستضيف الوالد راشد خيميس برشيد من أهالي مدينة خرفكان ليحدثنا عن الزراعة في موسم الشتاء وهم المحاصيل وفرة في المنطقة مساء الخير مساء النور حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعا يسعدني أن أكون بها لقاء هذا وإن شاء الله أفيد المستمع في بعض المعلومات عن الزراعة في الإمارات وعلى وجه الخصوص في المنطقة الشرقية واخر فكان الحقيقة نحن نسعد بتواجد كل يوم معنا في برنامج حديث المساء ونتحدث اليوم عن الزراعة نعم نعرفه أهل المنطقة الشرقية بالزراعة ونعرفه بمهنة الصيد وكثير من الحرف اللي يمتلك أهالي هذه المنطقة نعم اليوم لما نتكلم عن الزراعة الوالد راشد مدينة خرفكان لها خصوصيتها مدينة خرفكان لها طبيعتها في الزراعة تختلف حتى عن باقي مناطق المنطقة الشرقية نعم صحيح مثل ما تفضلت أن الشعب في المنطقة في الساحل الشرقي بشكل عام كان يعتمد على شيء الزراعة والبحر نعم فالزراعة فعلا فيه أنواع كثيرة من الزراعة اللي تجود في هذا المنطقة وفيها منها صيفي وفيه شتوي نعم يعني باختلاف الأنواع والأصراف من النباتة وهناك في محاصيل حبوب في محاصيل ورقية في محاصيل ثمرية نعم الورقية نعرف حنا بالشتاء مثل الرويد والخس والجزر والبربير اللي هو الجردير اللي عندنا البقدونس الكزبرة هذه كلها تجود في الشتاء أما في الصيف بعض منها مثل البربير وكذا هذا والبامية هذا بالصيفي يعني نعم وبالنسبة للثمر الثمرية عندنا الطماطم عندنا بعض المنتجات الكثيرة يعني من الأشياء هذه الصيفية منها تكون القرعيات مثل البطيخ والشمام نعم أما البوبر والقرع هذا الثاني هذا بعد شتوي يزرع شتوي هناك في محاصيل حبوب نقول لها محاصيل حبوب مثل الشعير والبر هذا يزرع القمح والشعير يزرع طبعا في الشتاء في الساحة الشرقية وهذا ما عاشوا عليه الأجداد إضافة إلى النخل اللي هو الشجرة الأم في المنطقة اللي اعتمد عليه الأجداد من البداية للآن الحمد لله الناس يعني يحبوها هذه النخلة رحم الأباء والأجداد والبركة في الباقين إذن الوالد راشد اليوم نحلم أن نتكلم عن الزراعة في مدينة خرفكان مدينة خرفكان بطبيعة مثل ما ذكرنا مختلفة لكن لو نتكلم عن تركز أو تمركز المزارع في خرفكان وين مكانها بالضبط؟ هو في خرفكان عامة كلها تمركز قريب المساكن وعلى الشاطئ على الساحل يعني أيوه وبعض منها لأن بعض المزارع في الجبال هذه في المناطق الثانية مثلا نحو شيص اللي هي الرفيصة هاي سد الرفيصة اللي هي واديشي هذه جبلية أما في خرفكان قريبة من البيوت عادة البيوت التحاذي للمزارع يعني الجماعة المنطقة خرفكان تطبغرة في مالها بين جبل وبحر فالمزارع مش بعيدة بذلك البعد عن البيوت وعن البحر فلذلك الناس يستفادوا من البحر ومن النخل قريب بيوتهم نعم هي طبيعة تكوينات المنطقة وكذلك حاجة الأهالي لهذه المزارع ذكرت أن في مدينة خرفكان هناك زراعات وهناك زراعات موسمية لو نتكلمت فقط عن عقدين من الزمن أو فترات سابقة يعني توجد بعقدين أو ثلاثة عقود كيف كانت الزراعة في مدينة خرفكان هل كانت مختلفة حتى الثمار عن الوقت الحالي والله فعلا يعني صارت إدخالات جديدة والتقنيات جديدة على الزراعة حتى في الزراعة نفسها في الأصناف نفسها في مدخلات حديثة صارت اللي هي تناسب المنطقة أول هنا الأجداد قبل ما تفضلت يعني عقدين أو ثلاثة أو أربع عقود كان يعتمدوا على أشياء محدودة يعني مثل بالنسبة للنخل بالنسبة للموز والليمون وما شاب هذا الآن قاموا يستردوا يعني أصناف مانجا جديدة أصناف حمضيات جديدة مثل برتغال أبو سرس سنترا كل هذه أصناف جديدة أدخلت للمنطقة الشيكو أدخل للمنطقة هذه القشطة اللي يسموها القشطة هذه أيضا أدخلت للمنطقة ما كانت موجودة الرمان موجود لكن أصنافه تعددت الآن يعني كان موجود العنب ما كان موجود يعني الآن العنب بأصنافه الفيفاي برضو كان موجوده لكن في صنف أو صنفين الآن أصناف نوعت هم الأصناف اللي من تايلند اللي من الصين اللي من مصر من كل نحاء العالم نعم دخلت لها المنطقة وتأقلمت في المنطقة وكاثروا هالجماعة واصبحت يعني منتجات أساسية عندهم الحمد لله خيرة وبركة في هذا الدار لأن هذا الأمر يدعو أن يكون فيه اكتفاء ذاتي بالنسبة من ناحية التغذية والغذاء لأن كثير من الرؤية اللي نراها الآن تتبنى دولة الإمارات بأن يكون هناك الاكتفاء الذاتي من الغذاء وأن تسعى كل هذه المبادرات من أجل أن يكون هذا المواطن أو هذا المزارع لديه الإمكانيات فيها الزراعة لو نتكلم عن الزراعة في السابق ربما أعتقدنا الآفات الزراعية كان صعب الحد منها هو صار العكس صار العكس الآن العكس لأن بالسابق المنطقة في تساوي معادلة بين الآفة والضد الآفة اللي هي المفيدة الآفة المفيدة لذلك كل المفيدات الآن تصب على الأشياء على الحشرة نفسها ولكن بلا فايدة لأنها تكاثرت ما عندها أعداء ثانية اللي تخليها بالمستوى نفسه لكن بالسابق كيف كنتوا تحافظون على الأشجار والمزروعات من أي آفة؟ ما كانت عندنا آفات كثيرة ما كانت في آفات لأن تعرف يعني الآفات دخيلة الآفات هاي أدخلت مع الأصناف بعض الأصناف اللي جاءت مبرع مع التربة مع الأسمدة مع كل دخلت مبرع فتكاثرت عندنا لأنها ما عندها المضاد المضاد نحن قضينا عليها بالمبيدات الثانية الآن الناس اتجهوا ناحية الزراعات العضوية وزراعات العضوية أيضا لا بد أن تكون لها مبيدات عضوية نعم بدل مبيدات الأسام مهالي كيموية نعم ولكن المنتج ما يطلع نفس المنتج الآخر يعني أقل مو أصفات المنتج نفسه صحيح هو يعني آمن وعضوي لكن صفاته أقل من الآخر تقصد صفات الجودة أو صفات الحجم الجودة الجودة هي تدخل فيها الحجم والطعم وغيره كذلك الطعم يخصد لكنه آمن أكثر على الصحة آمن أكثر آمن أكثر نعم لكن الجودة المنتج أقل من الآخر ولكن نحن نوجه ونطالب بالأشياء العضوية أكيد الزراع العضوية مهمة بالفعل الواحد لما يشوف كثير من الأشخاص متأذين وفي المستشفيات وكلها نتيجة ضرر من هذه الأسمدة الكيموية والمبيدات الحشرية الواحد يلتفت ويتجه إلى مجال المنتوجات العضوية لأنه بالفعل فيها همية على الجسم من فائدة وحتى هناك زراعات أخرى الزراعة المائية ففيها قلة بموضوع المبيدات الحشرية بالضبط الزراعات المائية والزراعات الداخلية نحن نقول مثل البيوت المحمية وكذا هذه قللت من الإصابات والزراعات المائية قللت من إصابات التربة الأوهذات التي في التربة قللت منها كثير لأنه يستخدموا الأسمدة مقننة يعني فيها أمان كثير للنبات فلذلك الزراعات المائية هذه طفرة صارت في الإمارات من كدسة يعني من سنوات لكنها طفرة فعلا أدخلت فيها مزرعات كثيرة في الإمارات والبيوت المحمية هذه خاصة المكيفة أيضا منعت الحشرات تصيب المزرعات وبالتالي أننا لا نستخدم بيداتها على أساس أن نقضع الحشرات فلذلك فايدة كبيرة يعني للمنتج نعم بفعل هي فايدة للمنطقة وكذلك فايدة للزراعة المحلية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لما نتكلم عن كل هذه التقنيات الحديثة كل هذه الأمور التي تجعل بأن توجد الثمار وتوجد المحاصيل الزراعية طوال العام بنظرك أهمية بأن تكون المحاصيل متواجدة طول العام والله بتكون متواجدة بعض المحاصيل طبعا مشكلها هذه الأساسية طبعا الأساسية نشوفها بشكل دائم عندنا نقدر نخليها متواجدة بس نوفر لها البيئة المناسبة والبيئة المناسبة هذه مثل ما قلنا في البيوت المحمية أيوة يعني يعتمد بيوت محمية أو يعتمد بيوت محمية مكيفة تناسب البيئة تناسب النباتات بتكون عندي شيء لإنتاج بيكون طول السنة نعم ممكن طول السنة بس تكيفي البيوت هذه وتخليها الظروف الداخلية مناسبة لإنتاج المحصول نفسه نعم في خرفك كان كثير من المزارع وكثير من أهالي المنطقة يحرصون على زراعة منتوجات ومحاصيل معينة وتسخر فيها الأسواق المحلية إن كانت في فترة الصيف قد ذكرنا المانغا وغيرها مثل الليمون وفترة الشتاء يعني فيه كثير أمور منها البطاطة الحلوة ومنتجات ترافق هذه الفترة نعم متى يتم الاستعداد لفترة الشتاء الوالد راشد؟ هو من شهر تسعة تسعة إذا تبغل الزراعات الشتوية من شهر تسعة الإعداد وتجرع البادرات في الفترة هذه وتنقل بشهر عشرة وحد عشر للأرض المستديمة وبشهر عثنا عشر ينتج يعني يصير عندنا انتاج هذه مثل ما تفضلت البطاطة الحلوة اللي هي الفندالة نسميها هذه تجرع بشهر سبعة يعني كأقل تسبب دول شهرين شهر سبعة وتنتج عقب شهرين أو ثلاثة يصير عندنا الدرنات هذه اللي نسميها الفندالة والبطاطة الحلوة فلا بدنا اعداد يعني قبل الزراع لا بدنا يكون فترة اعداد للمنتج نفسه للنبات نفسي يعني أعتقد كذلك موضوع السقاية في فترة الشتة تختلف عن كل الفصول بالضبط كيف السقاية في الشتة السقاية أقل ثلاثة ضعاف من السقاية الصيفية السقاية الشتوية إذا أنت بالصيف تسقي مثلا كل يوم أو كل يومين بالشتة ثلاثة أربع أيام تسقيها مرة لأن الجو بارد ولطيف وعدنا الحمد لله ما أحيانا يصير أمطار وكذا فمتلطف يعني النبات ما يحتاج لكمية ماي كبيرة نعم في السابق كانت المزارع تعتمد على المياه الجوفية تعتمد على المياه المتجمعة من الأمطار وكانت الأمطار بنفسها تسقي هذه المحاصيل نعم الآن ما حال المزارع؟ الآن الصعب ولكن الناس لا بدنا نيزرعوا الآن التجهل لمكان التحليل يعني الماء استملحت بشكل كبير في الدولة كلها يعني مش في خورفة كانة أو في كلبها أو في المناطق في الدولة كلها استملحت يعني إلا مناطق قليلة اللي هي الجبلية وكذا في عندهم مياه الجوفية نعم أما هذا والتحليل مياه التحليل أيضا مش بذاك الكواليتي بالنسبة للنبات يعني تنقص بعض العناصر تنقص بعض المواد على أساس يكون مناسب جدا أو مثل ما يقول التوب للنبات فأما الجوفية لا الجوفية فيها كل عناصر اللي استفاد منها نبات نعم تضاف لمياه التحليل العناصر الغذائية للتربة بالتحديد للتربة يعني للنبات نفسه ما يضاف للماء يضاف للنبات بحيث أنه يعوض ما فقده من الماء يضاف للنبات بعض العناصر الآمنة طبعا عناصر في مستوى آمن يكفي النبات للعيش والإنتاج جميل ننتقل ذكرت موضوع المناطق الجبالية نحن عدنا في منطقة النحوة في خرف أكان وكذلك منطقة شيص نعم هذه المنطقتين فيها طبيعة وحباه الله بطبيعة مميزة جدا نعم بتضاريسها بجبالها تلقى الجبال فيها مخضرة فيها كثرة في المزارع واهتمام أهل المنطقة بالمزارع صح نتحدث عن توزيع المياه بما أنك ذكرت تختلف المياه في منطقة شيص أو المناطق الجبلية نعم فكيف توزيع المياه في منطقة شيص نعم هذا موضوع مهم جدا المناطق هذه التي تفضلت بذكرها فعلا المناطق محدودة وصغيرة ويعتمدون الماء يعتمد على الماء بالأفلاج يعني الفلاج هذا نبع من الجبل يتجمع في مكان معين والأهالي ممددين بقنوات سمنتية لكل مزرعة أو بالأول كانت قنوات خشب من نخيل أو ترابية الآن قنوات سمنتية وطوروها لأنابيب وكل واحد عنده حصة من الماء حسب الحيازة مالي يعني حسب الحيازة يعطوه قدر الماء فموزع بين المواطنين في المنطقة هذه حصة حصة لكل واحد فما عندهم أي شكالية نعم في واحد مسؤول يوزع الماء بشكل دوري ويومي بالضبط واحد مسؤول فعلا يوزع الماء لكل واحد حصة يوميا أو بعد يوميا يعني حسب الدورية مالي اللي بيتي فعندهم يعني متفق عليه هذا ولله الحمد يعني مبسوطين ويزرعوا كل المزروعات ما شاء الله تعيش عندهم حتى التمور عندهم أصناف يعني أفضل من الساحل لأن الرطوبة قليلة فهناك أصناف ممتازة يعني عنده في الإجبال الحمد لله الحقيقة من خلال زيارتي لمنطقة شيص بالتحديد المنطقة فيها يعني أشجار معمرة يعني ومثمرة ومازارت مثمرة في منطقة شيص وهذا الأمر يستدعي بأن بالفعل هذه المنطقة فيها مياه عذبة يعني مساحة وصدارة الجذع هذا دليل على بأن الشجرة يعني معمرة وسنوات طويلة وفاتت السبعين سنة صحيح صحيح لأن مثل ما تفضلت يعني المياه جو فيه مياه فيها كل العناصر اللي يحتاجها النبات اللي الطبيعة نفسها يعني مش حامية جافة لا يعني الشجرة تعمر فعلا أشيار المانقة الهمبة إذا شوها في المناطق هذه من مئات سنين بعض الأشيار صحيح وكذلك النخيل وغيره فلذلك المنطقة نفسها طبو رافية المنطقة تحافظ على الشجرة بأنها تعمر سنوات أكثر وأكثر نعم وكذلك يعني في هذا الأمر نحن نحتاج بأن يشتهد الأبناء الأباء أسسوا نعم واشتهدوا في وجود المزارع لكن اليوم الأبن أو الشاب في هذا الوقت الحالي ممكن أن يشغل بأمور أخرى تشغله كدراسة يشغله كعمل فنصيحتك اليوم الوالد راشد حول بأن يجب أن يهتم أبنائنا والجيل المستقبلي بالزراعة في المنطقة نعم هو شوفي فعلا الجيل الآن جيل عمل نعم وجيل مستقبل وجيل يعني أشياء حديثة وجديدة بش للزراعة لكن ما يمنع أن يكون هو يوجه يعني يعني هو استقه المعلومات عند الآباء والأجدال وكذا ما يمنع أن يروح للعامل ترى العمال الآن يعني كلهم أسيويين معظمهم يعني فما يمنع أن يروح للمزرعة يزورها المزرعة حتى لو في الأسبوع مرة أو مرتين ويوجه على أساس أنه ما تروح أن المعلومات هالكتسبها من أباء وكذا تروح أباء لا بالعكس هو يتم بعمله ولكن يعمل زيارات ميدانية للعامل هذا ويوجه يعني نعم والحقيقة هذا مطلوب منه يعني صحيح بعد هذا الجيل الطيب الذي فيه البركة وفيه الخير من أبائنا أكيد إن شاء الله تمنى أنه ما تكون هذه المزارع خاوية على عروشها مثل ما يقولون لا إن شاء الله إن شاء الله لا إن شاء الله بالعكس بالعكس الدولة حتى لو من خلال حتى مش من خلال المزارعين من خلال المشاريع صحيح مشاريع الحكومة إن شاء الله فيه مشاريع ضخمة وفيه مشاريع ومنتجة نعم وهي اللي بتوصلنا للاكتفاض ذات في شتى المحاصيل أو المنتجات الزراعية الحمد لله فلله الحمد يعني لكن نريد كذلك عزم أبناء المنطقة وشبابها لأنه من دون ما بنفسه مشتهدون على مزارحهم نعم اللي ورثوهم إياها آبائهم وإجدادهم ما حد راح يشتغل ويسعي في مزارحهم طبعا هذا مطلب طالع مرش مثل ما قال المثل حضرتي على مال ولا عشرة من عمالي صحيح فلذلك يفترض أنه يحضر ويقوله حتى لو مرة والمرتين في الأسبوع يوجهوا يشوفوا يلاحظوا الأشياء اللي عندهم يعني فهذا مطلب يعني نعم والله يحفظهم إن شاء الله جميعا اللهم آمين نعود لموضوع المحاصيل نحن ذكرنا عدة محاصيل في المنطقة الشرقية طبعا التمور فقط في فترة الصيف وما تكون تمور أبدا في فترة الشتاء عدنا في المنطقة لكن في نوع من الأنواع المحاصيل حتى قبل لا تكون في بيوت بلاستيكية عدنا في المنطقة الشرقية أو حتى البيوت الزجاجية كان في نوع من الثمار طول العام كيف كنتوا أو كنتوا تسمون الثمار اللي كان طول العام موجودة في السابق أكثر الثمار الثمار إيش الثمار محاصيل ما في طول العام ثمار إلا إذا كان فيه بعض الأشجار تثمر مثل ما يقول حولية يعني يعني تعاود الثمار مثل بعض الهمبة وبعض الليمون وبعض الأشجار هذه تثمر مرتين في السنة فلذلك أنت تشوف أن هذه الثمار هذه ممكن تستمر عنده طول العام أما ما فيه ثمرة أو شجرة تبقى ثمارها طول العام إلا إذا تخزنت مثل التمر التمر الصيفي وممكن تخزن حنا أعوام يعني عن طريق التجفيف وكذا والخزن يتمعدنا أعوام أما فيه حنا المحاصيل الموجزة حنا الله سبحانه وتعالى موجزة المحاصيل فيه الصيفي وفيه شتوي ما فيه ثمرة تثمر على طول السنة بالنسبة للبصل يعني في السابق كان البصل متوافر وما زال متوافر في المزارع لكن كيف طريقة أن البصل يكون متوافر طول العام للأهالي هذا مثل التمر التمر يجفف والبصل يجفف يعني البصل نفق برضه محصول شتوي هو لكن نجفف حنا البصل هذا ويظل سنوات وبين خلال تشوير أو البطاطس نفس الشيء البطاطس مش البطاطة الحلوة البطاطس ممكن تتم سنوات القاع هذا العسلي ممكن يظل يعني مش سنوات سنة أو سنة وشوية ممكن أيوة يعني بالتخزين الجيد يتم ممكن يخزن تخزين جيد يتم والله معلومة يديدة حتى الرطب الرطب الآن يخزنه الرطب بالفريزرات والثلاجات حاليا يتم يعني السنة أو السنتين وكذا بعد ما طلع مثل اللاجة كأنها الرطب يعني ملفريزر يعني فهو بالتخزين يعني تتبع سلوب جيد للتخزين تحصل لمنتج طول السنة أنا كنت أعتقد أن في السابق مثلا القرع وهذه الأمور ظل فترة بعد قطفة ظل يمكن يعني فترة بسيطة فترة بسيطة ما كنت أدري أن في السابق أن نظلها الفترة كلها الآن ممكن تخزنينها الآن ممكن تخزنينها الآن عن طريق المبردات لكن سابق السابق ما فيه ما كان فيه أنا هل أقصده إيه لا بالسابق لا آه تمام أنا هل أكد أقصده في السابق كيف كان والآن إذن يعني في السابق كان لفترة محدودة كنت أسبوع أسبوعين كنت أختار على الطبيعي يعني على حسب الطبيعي لكن آه إذن وضحت الصورة لي الآن بشكل أكثر كنت مستعجبه كيف يضل سنة البطاطا والبطاطس لا هو كذا يعني خزنوه بمخازن مبردة حسب درجة اللي تحتاجها المحصول جميل نعم يعني كل محصول أحيانا يعني تحتاج مثلا ماينس عشرين فيه ماينس عشرة فيه كذا لدرجة الحرارة فلذلك يعني هو يحتفظ في نوعيته الوالد راشد خميس برشيد سعيدة بلقائك وسعيدة بكل هذه المعلومات الوافية لنحن نسعد في برنامج حديث المسابق أن نستضيقكم وأنتم الخير والبركة ونتعرف منكم على موروث هذه المنطقة وعادات المنطقة ودائما ما تردونا لا أكيد ونحن نشتاق أن نتكلم عن المواضيع هذه بحيث أن الناس والأبناء يعرفوا الأشياء هذه بعض الناس طبعا خاصة الأولاد الجيل الحين ما يعرفوا بعض الزراعات فلذلك المفروض أن نتكلم نقول نوصل المعلومات لهم عن طريق الإذاة عن طريق الكلام بالمجتمعات عن طريق الواتسابات عن طريق أي وسيلة يعني نوصل للمعلوماتها المفيدة إن شاء الله ما تقصرون نعم الله يحفظ شكرا للمشاهدة شكرا لكم شكرا لكم